مهند تعلم سيف؟ كيف هك؟ أنا منيح طمني عنك الحمد لله والله اشتقت لك والله زمان ما شفتك تعال فوت الله شو تركت الشرطة وعم تشتغل بهذا الكشك؟ إلي فترة متقاعد وهلأ صرت عم اشتغل بهذا الكشك هون والله هيك اريح لك لك شو الصف الحلو يا زلمي والله أنا مشتق لك خير الله أنا ما صدقت عيوني اللي ما شفتك هون قلت يلا بنادي لك وبتأكد إذا كنت إنت حكيلي شو أخبارك من هلأيام؟ والله ما في أخبار مهمة يعني عايشين بلشت من فترة اشتغل مع أخي بالحلويات قلت بريح راسي بيظل واحد بعرفه فهلأ داير على المعامل عم بسألهم عن أسعارهم بل كيتوفق اللي كان منشرب شاي وبعدين بتروح ايه منشرب كلك زوق سيف يا ولاد جبلنا شاي جوعا شي اذا بدك عنا صندويش لا يسلموا ايديك شبعان كيف معتك؟ المادة منيحة ماشي حالك نيحة حكيلي لشوف شو عملت بعدين؟ صار لي متقاعد شي شهر ونص وما قدرت اطلع على الضيعة بسبب الولاد قال شو مدارسهم هون قام اجأ ابن حماي قال لي عود بالكشك تبعي هون هو عنده معمل مطابخ صناعية قريب بلّا جد؟ انت بتعرف انه انا عم دور على هيك واحد؟ بلّا؟ اخي كلفني اعمل له المطابخ والاستانداد وبدو ياهن يجهزوا بسرعة شفت معملين بس بصراحة اسعارن لهلأ ما عجبوني هلأ منروح لعنده انا وياك وبحكي لك معه احلى راسي كون كتير ممنونك وبقل له انك رفيقي منشان يعمل لك شكرة مو عارفان كيف دي تشكرك والله انت من يوم يومك مفضل احلى سيف والله يسلموا كتير اصبح منشرب الشاي ومنروح لعنده برافو عليك كتير مبسط انك عم تشتغل بس قل لي انتو شو شغلكم بالضبط يعني شلهم بدي اشرح لك؟ مأكولات اجنبية اخي اخذ رخصة صناعتهم وتسويقهم هون كمان وبس مأكولات؟ حاليا ايه بكفي وزيادة تفضلوا اهلي مهند هاتلى شوف اديش حاطة ميزانية لتعمل للساندات؟ اخوك رح يعملك ياهم بنص الايمي نشان تعرف نفس النوع مو هيك؟ ايه نفس النوع لا تاكل هم النوعية شفت الشغل لقيت معلم ممتاز وقلت له شو بدي معلم ولا كل المعلمين اول ما ورجيته الرسمات عرف علي شو بدي بالضبط والله بعينته الشفة همان ويفيدنا حتى كمان بيقدر يسلمنا الطلبية بوقت مو متأخر لا تاكل هم الوقت مهندان ايه عم بتقلي انه اسعره رخيصة خايف يكون شغله مو اصلها؟ لا 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 اتخاف انا هون شفت شغله من وين بتعرفوه؟ تعرف علاقات كتير واسعة طيب مين هو؟ يا اخي مين ما كان يكون؟ انت قللي بدك العنب ولا بدك تخانق الناطور؟ فكر بالمصاري اللي رح توفرون يلا بلا طول سير يحميل حالك وتعلى هون بسرعة حلا بشغول بس خلص شغلي بجيب أنا وبيجي بنشوفهم يا ابني تعال خلينا ندق الحديد هو حامي ماشي لما بخلص بجي لعندك براحتك انا موجود هون لما تفضل تصل فيي ماشي مهند يسلموا لك شو الاخران؟ اجده لو سمحت كاسة تاني اخي اليوم رح يجي مبروك اي طرف الله يبارك فيك والله ما قصرت لا تواخذيني بس لازم اقبعت هاد الايميل ضروري مو مشكلة تمام كأنك تعبان شوي؟ ابدا كتير مرتاح يمكن مو ملاحظ على حالك مالك بكل نشاطك وعند عصب كمان هيك بصير الواحد لما بيكون تعبان؟ لا مو تعبان معناها في سبب تاني لانك كنت معصب اليوم بصراحة اذا متدايق بخصوص الشغل لازم تقلي لانه كل شي بيصير بالشركة انا لازم اعرف فيه اما اذا الموضوع خاص فبتمنى ما تخليه اسر على شغلك صديني انه ما في شي حديثك اليوم الصبح مع بدر كان انفعالي وتجاوزت والحدود هلا اذا دفعت عن نفسي بكون تجاوزت حدودي؟ ما فيني اسمع كلامه اسكت برأيي انت كتير محمل مرحبا انت وينك لهلق بانا؟ انت واعدين عم تحكوا هون وانا برا عم اشتغيل؟ لا بانا انت هيك عم تظلمينه انا اجيت لهون لأحكي بالشغل واتطمن على وضع حبيبي شو الاخبار؟ اخبار حلوة وجديدة اما انت تقومت الشغيلة بهالسرع؟ كأنه كل شي عم يصير لحاله انا كتير مستغربة كل الامور لحالة عم تظبط عن جد خايفة اني صعب بالعين وانا راجعة حاكتني نسرين طلعت زينة ببتشتغل عنده نفس البنت اللي مصممة لتقومة كتير حبت ان تساعدني بالموضوع قلت له خلاص ما حدا بيعمل عن غيرك خلاص وصينا عليهم كل شي تمام عن جد يعني مشي حاله وبنص عرم؟ لك ايه طبعا مشي الحال طيب كيف هيك؟ حساباتنا طلعت غلط ليش رخاص هيك؟ لانه ببساطة مهند حط ايده بالموضوع مهند ملاقي واحد بيعرفه والدفنه سعر خاص كتير كيف يعني خاص رح يشتغلهم ببلاج؟ علي صوتك يا بانا شوي في عالم عندي هون لازم يسمعوا الحاكم نيح لا يعرف ويمتي برافا يا مهنم سلي كمان شو؟ مو بس ايك يا بانا خانم رح يستعمل افضل مواد وعطانا تسهيلات بالدفع قال لي انه ما بده دفعه اولى وقت مستلمن ندفع له المبلغ وشرحت له للسلمة كل شي بتنياب التفصيل الممل قال لي رح يكون متل ما بدكم بالضبط وبحكي معك بس يصيروا جاهزين لا تجوا تاخدوه لا تخافي كله رح يكون تمام معنات المصاري اللي رح يزيدوا من حق الستاندات رح نستخدموا بالدعاية شو رأيك؟ ايه طبعا اصلا انا حكيت مع وكالة الاعلام ورح ييجو بكرة الصباح على الساعة عشرة على الشركة بكرة الصباح على عشرة عندي درس بالجامعة ايه بعرف وانا عندي كمان خلص منحضر الاجتماع بالاول وبعدين بنروح هالجامعة يا الله منيك طيب ماشي شوفك بكرة لا تتأخر خلص لا تعكليهم طيب حبيبي بخاطرات شكرين كتير مهند مافي داعي للشكر مزو قدرت شغلي لا ياه لش مين ما قدر شغلك؟ يعني اطلع بحالك ليك مهند انا تعبان وبالي خلق اجلي دلالك لبعديد بس انت يعني بحقلك تبدله؟ لا لا خليك ماشي مؤياد رح روح اخد سمرة من محل كوسر المحب ترجع لحاله الوقت صار متأخر ايه على راسي؟ شو بتؤمر كبار مع لي؟ شبك؟ بس الموضوع بداياك نزلني هون خلص وصلنا لعندوق مين هادور كمان؟ مهند ومؤيد هاي السيارة لمؤيد؟ شكرا كوسر خانم ونحن تعالين كمان حبيبتي جميلة روح يطف الضو وخلينا نروح مرحبا موقفي شو عم بتساوي؟ مرحبا اهلي اخرتكم ايه شو يعني؟ باعتزل لا تؤخذوني لانه كان علي شوية شغل مع مؤيد بالمنطقة الصناعية فتأخرت كيف اكنه هلا؟ الحمد الله تأخرت بالشغل عاسف يا كوسر خانم لو عرفت انه رح اتأخر له الوقت كنت أجلت شغلي لمكرا لشو لحتى تأجل شغله؟ ما بصير شو لتكون هلا كمان مشايف حدا؟ يعني الواحد عالقليلة بيقول مرحبة مشكلته الصبح نفسه اه طيب توسر خانم شو رأيكم موصلكم عالبيت؟ أخذناكم كتير شكرا مهند ما بدنا يلا تعالوا وحلوا نروحوا نترككم هون يا بلاها مهند بلا ما تعرف بنا بالموضوع بعدين بتسمعوا شي كلمة لأخوك أنا برأي تهتمي بحيك بيكون أحسن حوفتني والله مؤيد جميلة يلا تصبحوا على خير يا جماعة تلاقي خير الله معكم ما تطلع بالسيارة ليش وافي هي؟ القفل قاسي شوي شد إيدي انتي ليش حتى تقللي لو هيك؟ خلاص روحي نقله عنا فشي تخي مرحبا مرحبا مهلين لا شوية التلالة جميلة لا نعم تلك كلام ما دو طعب النار انسى لصا الموضوع غيري موضع شو قصته هالقفل هاد؟ شو بيعرفني؟ بدي يجيبنه مصلح شو في عم حسين إذا بيصلحه؟ ما كان نقصني غير أنت تتفقس على هالموضوع يلا تحرك بسرعة وسكري قبل ما يشوفنا ويجي لهون شو بولحل وليش ما زعوج اليوم؟ أنا ما قدرت حاكيكي قدام البنات اليوم هاي المجنونة اللي اسمي هندا اجت لهون عن محله هازتلي بدني ليش؟ كان في زبوني عندي عرفاني بقصة زواجه لمهند قامت شافتها راحت وباركت له وبعد شوي ما شفت غير جاي اللي هون عم طايت علي قدام العالم آبالله لك أنا والله ما فتحت تمي بكلمة زواج ابنه كله ما بهمني لأ وجايي كمان عم تقللي روح يشوفي حالك انتي وشو قصده؟ يعني قصده عني انا وحسين واضحة لو تشوفيها شلون كانت عم تبحلق علي للزلمة وهي عم تقول هاد الحكي مو معقول انفضحت قدام الموجودين كلهم والله قلت رح تطب بخوانيقة لهالمرة وقتلا بس هن اللي مسكوني ومنعوني عنا لا مع هالقصة الحمدلله عن جدي بنشكر الله انو خلصنا من النوم بس اكيد رح اتواجه انا وياها شي مرة تانية مشي الحام؟ اي مشي من هوي ان اصاعد للزمه